زار اللواء الركن جوي صالح بن يحيى المسكري رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مقر كلية الدفاع الوطني للاطلاع على تنفيذ فعليات التمرين الاستراتيجي السنوي صنع القرار تسعة الذي تنفذه كلية الدفاع الوطني ويستمر حتى السابع من شهر يوليو القادم واستمع اللواء الركن إلى إجاز عن سير فعليات التمرين كما قدم المشاركون شرحا عن التمرين وكيفية التفاعل مع الأحداث والحلول المناسبة لها وآلية تطبيقها على أرض الواقع